من يومين؟ من يومين ايه؟ ده نبارح قلت لكم فيه لاعب مش عارف انا انا تريبا انا اللي حسدته ولا ايه انا اللي حسدته للأسف يعني فيه لاعب انا مستني اشوفه في كاس العالم ده خبر لسه جايلي لهو جايلي حالا دلوقتي لاعب مستنيه في كاس العالم واحد من اهم المواهب اللي في العالم حاليا واحد من اللاعبين اللي اندية كلها تتهافد عليه واحد من الاسماء اللي والد جدا خلال 24 سين ممكن يبقى افضل لعب في العالم اسمه كبير جدا وراع جدا اسمه انكونكو لاعب المنتخب الفرنسي ولاعب ليبزيك الالماني بحبه جدا لعب هايل هايل كابافينجا رجل محترم لعب وسط ريال مدريد الحماس خده شويتين تلاتة ودخل في الرجل تاكلينج محترم في تدريبات المنتخب الفرنسي الان وانا مع حضراتكم الخبر ده قليل قبل ما اخش الهوى وانا مع حضراتكم بلوقتي قالولي انه رسميا تم استبعاد نكونكو من قائمة المنتخب الفرنسي في كأس العالم بالنسبة لي خبر صادم نعرف نكونكو اصلا مش من الاسماء اللي هي يعني ايه الناس كلها عارفها وبتحبها فيه ناس طبعا اللي بيفرج على كورة عالمية اكيد عارفين نكونكو يعني بس مش مبابين مش بنزيمة يعني بس نكونكو خسارة كبيرة جدا لفرنسا في كأس العالم خسارة ضخمة لفرنسا في كأس العالم غاب عنهم من جولو كانتي وبول بوجبة والان يغيب انكونكو حاجة فيه منتهى الحظ العاسل لفرنسا اللي بصراحة برضو مهما غاب عنها لعيبة هم لسه عندهم في القائمة نجوم كثيرة ومهمة جدا مين بقى هيبقى بديل نكونكو فيه او مع منتخب فرنسا في كأس العالم هنعرف هنعرف طيب هيعرض لنا حالا لوقتي صورة نكونكو اهو مع حضراتكم طيب طيب هنعرض نكونكو يا جماعة وعايز اقول لكم حاجة طبعا عشان الريتس والحقوق وخلافه يعني اللي ما شافش نكونكو قبل كده مع لايبزيك هو على فكرة هو على وشق لانتقال تشيلسي ريال مديد برضو بيشاوله من بعيد بس هو على وشق لانتقال تشيلسي الانجليزي لعيب مهم جدا بيلعب سترايكر بيلعب ليفت وينج وبيلعب رايت وينج وبيلعب في مركز رقم عشرة اه تمام خشوا فراجوا على فيديوهات وخشوا فراجوا على اهدافه اللي مايفراجش على لايبزيك الالماني او شافش شغل بتاع الراجل دوت الراجل لمكسر الدنيا في ألمانيا مكسر الدنيا من السنتين يعني مش السنة دي بس ومن السنة اللي في عدت اداء رائع جدا وكان هيلعب كمهاجم تاني مع بنزيما كان ممكن يلعب رقم عشرة كان ممكن يلعب كجنيح اه كان ممكن يبقى شبوت في التشكيلة الاسسية اللي مضمون فيها ببيه مع دمبلي مع بنزيما مع جريزما بس كان ممكن يبقى ليه دور ودور مؤثر جدا في تشكيلة فرنسا في كأس العالم انا حزين جدا على خسارة مشاهدة او عدم مشاهدة لمكونكو في كأس العالم 2022 طيب نكمل مع حضراتكم والنهاردة ممناسبة برضو فرنسا يعني وسوء الحظ اللي عايش مع فرنسا كل الناس عينيها على فرنسا اقوى تشكيلة في المونديال عمالة تتساقط واحد تلوى الاخر راديو منطقاله النهاردة الاسباني اكد النهاردة ان كريم بنزيما تواجد في مران منتخب فرنسا المدد 15 ديه فقط جري فيه حوالين الملعب قبل ان يغادر ملعب التدريبات تماما برفقة دكتور العلاج الطبيعي لاستكمال برنامجه تعيين تعرفين بنزيما مصاب ما كانش يلاقي باخر المباراة مع ريال مدريد بس بيستعد للمشاركة مع فرنسا في كأس العالم لسه زعلانة عن كونكم بصراحة نكونكم لعيب حلوة لسه لحد ما اطلع الفاصل هفضل زعلانة عليه يعني عشان من اللعيبة عارف فيه كامل لعيب كده الواحد مستني يشوفهم في كأس العالم غير الاسماء الكبيرة المعروفة فيه كامل لعيب كده ممكن يتوهج في كأس العالم ما كنتم تصور حتى كنتم بقول له أصدقائي ان كونكو هيبقى من اللعيبة المفاجأة في كأس العالم وراح ان كونكو خالص بسبب كبافينجا مش عارف ليه كبافينجا تخش على الراجل جامد طبعا انت مش تسمعني بس السمدة فطفة دي يعني ليه تخش على الراجل جامد انت بتعملهاش مع الريال وطيب مع الريال تخش على الخصوم بشكل جامد يعني نصيبه نصيبه